موسيقى مساكم الله بالخير بشهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج نافذة إذن اليوم نطلع عليكم عبر قناة الشرقية من كلبا وستكون لدينا حلقة مميزة برفقة ضيوف مميزين مساكم الله بالخير السعيد مساكم الله بالنور عائشة الزعابي وكذلك المساء السعيد الذي ينهال على فريق العمل وكذلك على كل من يشاهدنا من قناة الشرقية من الشرقية اسمه في الفؤاد يتشبث كالنبض يجري والهواتري اليوم طبعا أكيد عائشة نتجول على ما يتعلق بالفقرات المعتادين عليها الجانب الطبي لها بيكون نصيب وكذلك ما يتعلق برياضة الفروسية ونحن ننطلق إن شاء الله على أول صوت لأحافير الخيول اللي دائما ما تثبت يعني الثقافة الإماراتية المحريقة نعم إذن سعيد ومشاهدين الكرام اليوم في حلقة الأثنين وأول أو أولى حلقات هذا البرنامج في هذا الأسبوع نلتقيكم إن شاء الله مع ضيوف مميزين والتناول مواضيع لكن قبل أن نبدأ موضوع حلقتنا حدنا فقرة ماذا لو؟ أي والله عندنا نحن دائما نتكلم اليوم يعني جملة أخبار مواقع التواصل الاجتماعي عائشة فيها نوع من الأخبار خدنا نقول يعني الموجودة على منصاتها الإعلام المتعددة لكن الخبر يعني أو جملة الأخبار بعضها متعلقة بما يسمى بيعني الغيش أو ما يسمى بالخداء أو ما يسمى بعض التقنيات اللي موجودة عند الأشخاص الغير أسوياء الله يبعدنا ويبعدكم عنهم إن شاء الله أهم شيء يبعدنا ويبعدكم عنهم لأن وجود شخصياته نماذج من هؤلاء الأشخاص اللي عندهم مثلا يعني الشقة أسهل الطرق والتدليس وأمور كثيرة يعني في الحياة التلون التلون فهذه الأشياء تجعل الشخص الصراحة غير محبب لأقرانه صحي أكيد أكيد أنا أشوف يعني حتى الصورة الذهنية ترى أنت اللي تستطيع أنك تبنيها وأتوقع من المشاهدين الآن الموجودين متفقين معنا على هذا الموضوع يا عايش أنه أنت تصنع الصورة الذهنية بصدقك بعدلك كذلك بالكلمات المنطوقة الجميلة اللي تعبر عن تربيتك وعن أسرتك وعن الحياة اللي أنت تعيش فيها لكن إذا كنت من أصحاب الصمت الثاني واللي نقول ما زلنا نقول الله يبعدنا عنهم أكيد ويبعدهم يعني عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة أنا أتوقع يمكن التربية والجانب التعزيز القيم الإيجابية هي اللي تعدم وتمسح مثلا هذه القيم السلوكيات في عدنا سعيد زيما مثل الداول في حياتنا حبل الشذب قصير صحيح وفعلا حبل الشذب قصير وإن الإنسان لو أنه تطور في كذبة وتطور كذلك في الصفات السيئة لأنها حقيقة صفات غير محمودة ولا كذلك ترتبط بالرجال ولا كذلك ترتبط بالأنوثة ولا حتى بصفات الإنسان المسلم نحن في مجتمع إسلامي في مجتمع متسامع في مجتمع محافظ يجب أن تكون لدينا الصفات الحميدة حتى بنتكر لو الشخص مثلا من صغره لو كان عنده مثلا مبدأ الغش إن كان حتى لو الأهالي انتبهوا لأبنائهم في صغرهم بأن طفلهم بدأ أن يغش بدأ أن يكذب على أمور معينة أو مواقف معينة أعتقد أني دور الأهل لأن لو جعلوا هذا الأمر يتمادى راح يتمادى للمستقبل وراح يكون في تبعات أخرى في المستقبل بشكل أكبر ويكون ضرر كذلك على المجتمع أكيد أنا ممكن أن أتذكر المشهد الفكاهي اللي يعطيك المغزى الجميل منه اللي كان لممثل عبد الحسين عبد الرضا لما وصل إلى ما يسمى بكاونتر المطار فيقول لي مغزى الكاونتر سجل عندك الكذاب رقم 13 فمثل هذه المشاهد يعني للأسف أنه ممكن تكون بعض الصور الموجودة عنده في حياتنا الاجتماعية قاعدة تعزز للشخص يعني اللي بين قوسين يسمونه الكذوب أو الشخص الكذاب أو الشخص المراوغ أو المتلون أو اللي يبطن شيء ويظهر يعني بلهجتنا المحلية نقول هذا شخص بوجهين يعني أو ما يعرف بيعني المجتمع الخليجي فمثل هذه المشاهد أو مثل هذه القيم أنه نحن قاعدين نشجع الشخص المتلون ونقول هذا والله ذكي هذا إنسان عبقري هذا الإنسان يعرف من وين يجيبها يعرف من وين تأكل الكتف هذه أعتقد ممكن تكون معلومات مغلوطة يوم من الأيام ستصدقني يوم من الأيام بكذبتك ومراوغتك ومخادعتك للآخرين ستسقط في الوحل لا يعني سبيل لغير ذلك نعم كذلك سعيد نحن نأتي في هذا البرنامج كذلك يعني نحن أشخاص ربما خطأون الحقيقة والإنسان طبعا خطاء لكن يعني نريد من هذه المنبر ومن هذه الحلقة بأن نوصل رسالة معينة نوصل ربما بعض الأمور التي قد تساهم في حياتنا وفي حياة أبنائنا وتساهم بأن يكون لدينا حياة مستقبلية أو حتى حياة آنية وحالية تكون بعيدة عن المنغصات بعيدة عن التلون وبعيدة عن الكذب فيها أكيد طبعا يا عيشة واعتقد الآن ممكن نحن دائما نتكلم عن التلون لكن التلون الذي نخبركم عنه تلون إيجابي متعلق بإمارة الشارقة والتلون والتصبغ بصبغة الثقافة التي تكون حاضرة إن شاء الله من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب وأول خبر عندك يا عيشة نعم إذن نذهب إلى أخبار هذه الحلقة ومن حساب شبكة أبوظبي الإخبارية أميتاب باتشان ضيف الشارقة للكتاب 2019 يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 الممثل الهندي أميتاب باتشان نجم السينما البوليدية في بوليوود نهاية الشهر الجاري في أول ديارة له إلى الشارقة للمشاركة في جلسة تفاعلية يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مزاءا كما تشهد النسخة الثامنة والثلاثين من المعرض إطلاق أول كتاب بصوت عالن لأميتاب باتشان للدكتور رسول بوكوتي الحائز على جائزة الأوسكار حيث يوقع أن نجم أميتاب باتشان أول نسخة من كتاب يسرد سيرته الذاتية في الشارقة طبعا مثل هذا الخبر إذا كنا بنعلق أوجه متعددة للتعليق أن تحتار تعلق على ما يتعلق بإمارة الشارقة وريادتها لمعرض الشارقة من ثمانيات القرن الماضي وأتذكر أول زيارة كانت لي في 87 وكان عمري تقليل ممكن عدد من العوامر عشان لا أحد يعرف عمري عاجة تركت سبعة ثمانية لكن تذكر في 1987 ولما انطلقت باكورة معرض الشارقة للكتاب بشكل مبسط ودور نشر كانت متسيدة موجودة في مصر في بيروت في سوريا في عدد من الدول العربية لكن اليوم اختلف الوضع والحمد لله أصبح لنرى يعني بعشرات ومئات دور النشر لتكون مشاركة في هذا المعروض المشاركة في معرض الشارقة الدولي الكتاب الحقيقة أصبح أيقونة توضع هذه الأيقونة للشارقة في أجندة الشارقة وفي أجندة الثقافة العالمية يوضع معرض الشارقة الدولي الكتاب لأن بالفعل هنا ممبر ثقافي وهنا أيقونة الثقافة نراها ونستقيها في الشارقة أكيد طبعا وممكن يكون معرض الصور لهذا الفنان الهندي اللي بيكون يعني أو بنصيرتها خمسين عام مشارك في مثل هذا المعرض وكأول يعني ضيف بهذا الحجم وهذا الطراز الثقيل اللي اعتبره الطراز الفاخر فنيا و سينمائيا ناخذ معكم كذلك نستعدن كذلك يا عائشة في الخبر الثاني من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي من حساب برق الإمارات مراهقون يرتكبون جريمة السرقة لشراء سلع ترفيهية أخصائيون اجتماعيون و قانونيون يرصدون قضايا لأحداث تنظرها المحاكم وحيث اتهم فيها مراهقون بارتكاب جريمة السرقة وخلصوا إلى وجود ستة عوامل لهذا السلوك الخاطئ أبرزها عدم تمتعهم بقوة النفسية الكافية و رغبتهم في الحصول على الأموال بسرعة لشراء سلع ترفيهية و موبايلات حديثة للاستعراض أمام أصدقائهم يعني الخبر ما كمر ستة عوامل لكن أعتقد أن تكون من العوامل العائشة الثرية اللي موجودة من هذه الأشياء للجانب التعزيزي النفسي من قبل الوالدين لا تجعلون أبنائكم نحن الرسالة لنا كذلك الأباء المستقبل كذلك من الشباب اللي نشوفهم اليوم على أهبة الاستعداد لاستنقاذ الجيل الشاب دائما نعزز بالكلمة الطيبة يحاول تكون صادق مع أبنائك يعني إذا عندك دراهم ما عندك دراهم يعني وضح لهم الصورة المالية لموجودة في الأسرة كذلك سعيدة من أهم الأمور في موضوع سرقة المراهقين أو الأمور اللي بالفعل قد تقود المراهق لزنزانة الأحداث أو حتى لمركز الأحداث يأتي لموضوع السرقة الحقيقة مثل ما قلت التعزيز النفسي لكن قبل هذا الموضوع يتتأتي القناعة كيف نحن ولد في أبنائنا القناعة و كيف نزرع في أولادنا القناعة أن بالفعل اللي عند غيرك مو بلازم يكون عندك وهذه يجتهد و ثابر حتى أنك تحصل هذا الشيء في المستقبل أكيد وممكن تكون يعني الكلمة اللي يوم سمعتها من أحد زملائي اللي موجودين الآن بغرفة التحكم أبو عيسى الزعابي والله يعطيها العافية الوالد الكريم اللي يكون يقول بكل طريق حط لك صديق و أنا أقول يعني هذه قبلة على راسك كوالدنا الكريم كذلك لابنك عيسى الموجود و كذلك لكل من يحمل هذه القيم أعتقد الصديق لما يكون عندك الآن هو اعتزاز لا سيمة إذا كان صديق نظيف صديق يعني يحمل قيم إيجابية بخلاف الصديق اللي يكون يعني متلون مثل ما خبرناكم قبل شهر إذن نذهب كذلك إلى أخبار التواصل الاجتماعي و من حساب مصدر للأخبار أقدم لؤلؤة على مستوى العالم في أبوظبي عثر علماء الأثار في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على أقدم لؤلؤة في العالم بالموقع الأثري بجزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي وأطلق عليها اسم لؤلؤة أبوظبي وتعود للعصر الحجر ما بين 5800 إلى 5600 قبل الميلاد يعني أعتقد مثل هذه الجزيرة التراثية أو الجزيرة اللي ممكن تكون غنية بمثل هذا التراث إذا ما دخلتوا على موقع حكومته أبوظبي أو كذلك هيئة التراث أو الثقافة والمهتمين كذلك بهذا الجانب يعني يقولون أن هذه الجزيرة ممكن تبعد غرب أبوظبي بمئة كيلو لكن الشيء اللي يعني أعقدم من هذا التاريخ يعني قالوا أنه قبل 8000 سنة قبل الميلاد وهذا ممكن تكون مفخرة لكل إمارات يسكن عن هذه الأرض أنه فيه جذور كذلك لهذه الإمارات المتصالحة على الساحل خليج الأراضي نعم كذلك سعيد لو نأتي إلى البيئة وإلى طبيعة الأرض في دولة الإمارات من خلال حملات التنقيب من خلال فرق التنقيب نرى جيولوجية المنطقة ونرى فيها كذلك كل رملة وكل حفور في أرض الإمارات قد تحكي قصة ورواية أهل أهل الإمارات لأننا نتكلم عن حضارات في دولة الإمارات كحضارة أم النار نتكلم عن نعم هذا التنوع وهذا التنوع قد يخلق وقد نستذكر الصراحة فيه ماضي آبائنا وماضي أجدادنا هناك لقاء أثرية تؤكد بأن الإمارات كانت موجودة في العصر الحديدي في العصر البرونزي نتكلم كذلك أننا بالنسبة للدول المجاورة وكذلك دول الخليج ونكب كحضارة مجان بسلطنة عمان فهذه الأمور كلها تجعلنا نحن بالفعل قد نتروى عندما نبحث وعندما نرى ما لدينا نحن من لقاء أثرية وكذلك ما لدينا من حضارة خلدها لنا الآباء والأجداد أكيد طبعا مشاهدين استكمال لما يتعلق بأخبار المواقع التواصل الاجتماعي ما زلت تتحدى يعني حيش أنها توصل إلى تاريخ ميلادي مثل ما شاركته مكالمة هاتفية لبرناج أكملت في عيد الأضحى وكنت تقولين المذيع أنها تعرفين بالفعل تاريخ ميلادي ما أدري هي قد تكون فراسة موجودة عندك أو قد تكون يعني نوع من الحسبة يعني خلنا نقول التاريخية في تاريخ ميلادي الشخص اللي أمامك الشخص فيه أشخاص لما تشوفهم تستدرك أنه فيه أشخاص مثلا لما يتكلم يقول مثلا عمره أكبر عن عقله ونحن شاء الله نتمنى أنه ما يكون نحن بهذا المستوى أو يكون الأشخاص شكل عام أنه عمرهم أكبر عن عقلهم لكن بشكل عام فيه أشخاص ما شاء الله عليهم بعمر صغير لكن اللباقة التحدث الله يحطيك الآخر وشكوره والله بالعكس السعيد ما شاء الله عندك هذا الشيء فكثير يجعل الأشخاص لسانه أو تحدثه وكاريزمة الكاريزمة الخاصة بهذا الإنسان قد تعطي الشخص مثلا عمر أو تجعله أنه مثلا يدرك عمر هذا الشخص بشكل تقريبي يعني عندنا تربة من الفراسة الموجودة من الكبار السنية يعرفون الشخص من يوم يقبل على الباب ويقولون هذا عمره كذا وهذا شخص حكيم هذا رزين أعتقد أن هذا تكون من مهارات التي يفقدونها الآن كثير من الجيل الحالي وهي مهارات الفراسة التعرف النفسي بين السطور للشخصيات التي أمامها وإنتم تكونوا كرباء بيوت حتى أبنائكم تعرفون أن هذا الأذن يعرف الشيء يعني يحب الشيء الفلاني أو ما يحب الشيء الفلاني هذا يضايقه هذا يزعله هذا يرضيه وغيرها من الخصائص التي تكون عندهم ولكن ما وصلنا للإجابة أنا موليد كم يا عايشة نقلت لقدم موليد الثمانينات أنا قلت حيني أنا رايح معرض الكتاب رايح من البطن أمي ما يصير لبس يعني بشكل عام أنا أحس يمكن بداية الثمانين بداية الثمانين ما تطوف الخمس وثمانين ما تطوف الخمس وثمانين موديل أربعة وثمانين كم يقول أحمد البلوشي كم تحطنتم؟ مزاد اليوم نحن عندنا نعفذ هذه المزاد بس يعني بشكل عام أربعة وثمانين خمس وثمانين مستحل ستة ثمانين موديل أربعة وثمانين لم بتزنن أطيك الصحة والعافية سعيد بالفعل دائما نقول بأن العمر رقم لأن الإنسان يبهج ويبدع ويزهر في جميع عمره إذا كان طفل كذلك هو يكون بهجة لأمه وأبوله الأفراد أسرته إن كان شاب كذلك هو يكون مستقبله إن كان أب يختار فيه مراحل في حياة الإنسان وفيه كل مرحلة قد ينتج فيها ويسعد من حوله صحيح نحن على قولتهم يعني ما بعد العود من طيب أو ما بعد الطيب من عود إلى الآن ما جبت هذا المثل لكن بالتأكيد يعني إفرائك عايشة باب ما اللي نقوله على الشاشة نعتقد بالفعل قاعد ينستفيد ميه والرسالة من وصلت الآن إلى المشاهدين الكرام هذا الخبر مشاهدين الكرام من حساب شبكة أبوظبي الإخبارية في الهند طلاب جامعة يرتدون صناديق لمنعهم من الغش تعرضت مدرسة لأنقد لإجبار طلابها على ارتداء صناديق من الورق المقوى فوق رؤوسهم لمنعهم من الغش أثناء الامتحانات بجامعة هافيري بولاية كارناتاكا الهندية على نشرها أو تم نشرها على وسال التواصل الاجتماعي وصر المسؤلون منذ ذلك الحين اعتذاراً علنياً حيث اعترف مدير الكلية بأن المدرسة نفذت أو نفذت الصناديق فقط أو نفذت الصناديق فقط أساس كأساس تجريبي بعد رؤيتها وسوف يتم تنفيذها في مكان آخر والله يساعد يكن وراطتين هذا الخبر لأن الأخبار كل اليوم متعلقة بالغش متعلقة بالتلون متعلقة بالشخصيات خلنا نقول السلبية سواء الخبر اللي قريناه في بداية الحلقة أو كذلك الخبر هذا والتعليق والصوت عندك لا ما عندي تعليق صراحة ربما هو اسلوب بداي لأن العملية التعليمية ليس عملية أني أنا مثلاً أحط كرتونة على رأس طالب في وقت تأذية امتحانة أو تأذية وفك لها مريشة أو جامعة لأنه غلط لأن الطالب يحتاج إلى راحة يحتاج إلى أن يسهب الصراحة في ورقة الامتحان ويكون الشخص مسترخي لكن هذا بحد ذاته إذا كان متوتر راح تزيد التوتر أكثر ولازم نحن نحط يعني في نفسية الطالب وكذلك في أعتمنى أن يكون هذا الشيء منتشر في العملية التعليمية أو في المؤسسات التعليمية على مستوى العالم إذا زرعنا في هذا الطالب الثقة وهذه الثقة ما راح تكون يعني هي أكيد صعبة لكن تزرع هذه الثقة لأنه في بعض مدارس العالم يترك الطالب لوحده ليمتحن من دون مراقب لغرفة الامتحان فإذا وصلنا إلى هذا المستوى ما نحتاج كرتون لأنه بنظري بالفعل أرى أنه أسلوب بدائي جدا لأن كراتين يعني كان بإمكانهم يضعوا كراتين حواجز جانبية يعني هل هي عبارة عن ما اسم هذا يعني بطاطس عمان يسمى بعض الكراتين اللي نستخدم أيوة الخاصة بالمنتجات الغذائية لكن بشكلها بربما يكون في حواجز جانبية تمنع الشخص في زميل يقول يعني بعضهم عندهم ش تقول أحمد بعضهم عندهم كن تكون رادارات ولو تحط عليه ألف كرتون يعني بيوصل وبيوصل أكيد طبعا مشاهدينا إذا شوفنا الآن الخبر عايشة نذهب إلى خبر تالي من حساب برق الإمارات تجتاز تحدي الضغط وعمرها 84 عاما سيدة موسمنا تظهر أو تظهر قدرا مذهلة من الضياقة البدنية التي قد لا يمتلك الكثير من الشباب بعدما استطاعت أن تؤدي تمارين ضغط قبل ركوبها الطائرة رغم عمرها البالغ 84 عاما إذ خدمت المسنة للجيش الأمريكي وتوجت برتبة مقدم يعني ممكن يكون هذا الخبر وهذا العمر الذي موجود الآن أكيد والصور ممكن موجود الله ما شاء الله تبارك الله واحد اثنين ثلاثة الله ما شاء الله تبارك الله يعني أعتقد لو واحد فينا مفريق العمل واللي موجودين الآن أربعة خمسة عدا لك وحن يعني ما نكمل والله هذا العدد يعني شو توقعين يعني كبار السن عندهم اللياقة الموجودة سواء اللياقة الذهنية الفكرية أو اللياقة البدنية من أكلهم لبعض يعني اللبن التمر بعض المشروبات الغير كيموية اللي موجودة الآن بأصل سعيد وصول هذه المرأة وأتمنى إن شاء الله بالمستقبل أن نوصل لهذه المرحلة ونوصل وكلنا إن شاء الله بصحة وعافية بهذا العمر ما يكون عندنا كذلك أربعة ثمانية ما يكون ما نوصل لمرحلة الخرف إن شاء الله ونكون إن شاء الله أشخاص يعني بكامل قواننا الذهنية لكن وصول هذه المرأة بهذا العمر الكبير إلى هذه اللياقة البدنية أرى فيها هي ثقافة في هذا الشخص وثقافة في أسلوب ونمط حياته لأنه أكيد تتغذى غذاء صحيح أكيد عندها التمارين الرياضية ما زادت مستمرة عليها وكذلك دخولها في المجال العسكري أو السلك العسكري العسكري يعفوا نخدمها في التمكين من هذه اللياقة لأن هي من كثرة حقنا الشخص لما يروح الطيارة وقبل لا يركب الطيارة الطيارة يكون فرحان لكن أنا قبل لا أركب الطيارة وسوي تمارين تحمل هذه الفرحة زيادة أكيد طبعا أكيد عايشة ومشاهدين عندما تكلمنا عن ما يتعلق ب يعني بعض المظاهر المتلونة لعدد من الشخصيات فالإيجابية ستكون حاضرة من خلال هذا الاستيديو لكن بعد هذا الفاصل نتحدث معكم على كثير من الجوانب متعلقة برياضة الفروسية وكذلك ما يتعلق بشبكية العين والأمراض التي تصيب هذا الجزء من أضو العين في جسم الإنسان فاصل قصير مشاهدين الكرام وردي لاستكمال برنابج نافذة يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام وحياكم الله في استكمال ما يتعلق ببرنامج نافذة الفقرة الطبية التي تكون حاضرة دائما اليوم اخترنا لكم موضوع من أهم المواضيع في نظر المختصين والطبيب الدكتور الذي حاضر معنا ليعتقد أنه بيثري محاور هذا اللقاء إذا ما تحدثنا معكم مشاهدين الكرام على أمراض العين وتحديدا أمراض شبكية العين ومثل ما يقولون هذا المركز أو هذا الجزء من هذا العضو يعد من المناطق ذات الأهمية للإنسان لأنه ينقل الصورة إلى ما يتعلق بالنبضات الكهربائية ومن ثم يبدأ المخ أو الدماغ بترجمة مثل هذه الصورة وأتمنى أن تكون معلومتي صحيحة ونتأكد من هذه المعلومة بالتأكيد مع الطبيب والدكتور الذي حاضر معنا في الستوديو ونرحب بالدكتور أحمد محمد خريل استشاري طب العيون بمستشفى كلمان نقول يسعد مساك الدكتور أحمد أحمد مساك الدكتور سهلا بك دكتور بداية في هذه الحلقة قبل أن نبدأ في الأسئلة ونبدأ في أمور كثيرة ودنا نعرف هذا العضو الحساس في جسم الإنسان الحقيقة العين من الأعضاء اللي بفعل مهمة لرأية العالم ورأية الألوان وجمال الطبيعة وجمال الكون الحقيقة لكن لو نعرف ما هي الشبكية قبل أن ندخل في موضوع مشاكل العين وندخل في أمراض العين نعم وخلنا نقول أن العين مثل الكرة تركيبها مثل الكرة نعم هذه الكرة تتكون أساسا من ثلاث طبقات طبقة خارجية يعني مسؤولة عن حماية الأجزاء الدخلية للعين نعم وطبقة وسطة فيها تغذية العين من شرايين وتغذي باقي طبقات العين وطبقة داخلية هي الشبكية الشبكية هي الجزء المسؤول عن الإحساس بالصورة اللي الوحد يشوفها يعني عندما يعني يسقط الضوء على الشبكية يتحول إلى نبضات كهربائية هذه النبضات تنتقل عبر العصب البصري في مسارات معينة إلى المخ إلى الجزء الخلفي من المخ يقوم هذا الجزء من المخ بترجمة هذه النبضات أو هذه الصورة إلى أشياء يمكن فهمها أو يمكن رؤيتها جميل دكتور أحمد دكتور أحمد الآن موضوع نعتقد بيكون يعني مليء بعدد من التفصيلات لكن نحاول نوجز ما يتعلق بأبرز أمراض شبكية العين لا سيمة في المنطقة اللي نحن نعيش فيها من الدول العربية أو كذلك المحيط الخليجي دكتور نعم طبعا أمراض الشبكية ممكن نقسمها إلى أمراض وراثية هذه الأمراض الوراثية غالبا بيكون سببها خلل جيني أو شيء وراثي ليس لها سبب خارجي وفي أمراض تنتج عن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان أو تصيب الجسم مثل مرض السكري مرض الضغط إلى آخره وبعض الأمراض تأتي أمراض الشبكات نتيجة الإصابات مثل ما على سبيل مثال الانفصال الشبكي جميل يعني ثلاث أصناف الآن للأمراض الصنف الأول متعلق بالجانب الوراثي مثل العشاء الليلي الجانب الثاني اللي هو الضغط والسكري والجانب الثالث اللي هو تفضلت فيه لبعض الأعراض المباشرة التي تتعرض لها الشبكية نعم اختر وحدة فيهم خلينا نبحر الآن يعني طبعا عادة أهم مرض يعني بنحب ننبه إليه أو يعني نحاول نزيد وعي الناس به هو مرض تأثير الأمراض الجسم على الشبكية مثل خاصة مرض السكري مرض السكري يعني بعد فترة من خمس إلى عشر سنوات بيؤدي إلى تغيرات في جميع عضاء الجسم ومن ضمن هذه الأماكن هي شبكية العين مرض السكري بيؤثر تأثير سلبي جدا على شبكية العين خاصة عند الأشخاص الذين لا يقومون بسيطرة على مستوى السكر في الدم يعني بعد فترة من وجود مرض السكري تحدث تغيرات في الشرايين الدقيقة للشبكية هذه التغيرات تؤدي إلى ضعف في جدار الأوعية الدموية الدقيقة للشبكية ثم ينتج عنها ارتشاحات في الشبكية وأنزفها في الشبكية تؤدي إلى ضعف الإبصار مرض السكري يحتاج إلى فحص دوري لقاع العين قاع العين معناه الجزء من العين الذي نقوم بفحصه عن طريق المنظار وهو يعني معناه شبكية العين جميل فيجب الإنسان المصاب بالسكري يقوم بفحص دوري لشبكية العين في الفترة الأولى ممكن كل سنة أو ستة أشهر لكن إذا لاحظت طبيب وجود تغيرات معينة في الشبكية فيجب أن يكون الفحص كل ثلاثة أشهر إذن هذا بالنسبة إذا كانت أمراض مزمنة قد تؤثر على الشبكية العين لكن لو تفضلت دكتور قبل شوية تفضلت أن هناك أمراض وراثية منها العاشة الليلي بس لو نعرف ما هو العاشة الليلي وهل هناك كذلك أمراض أخرى وراثية قد تصيب الشبكية وتصيب العين نعم طبعا شبكية العين تتكون من تركيبات دقيقة جدا تسمى صبغيات العين صبغيات العين هذه نوعين نوع يربيه الإنسان بالنهار أو في الضوء ونوع يربيه الإنسان بالليل النوع اللي يربيه الإنسان بالليل أحيانا بيكون فيه أمراض وراثية تؤدي إلى ضمور هذه الصبغيات إذا حدث ضمور في هذه الصبغيات فهي لا تتلقى الإضاءة بصورة كافية وهذا ما نسميه العاشة الليلي العاشة الليلي بيحدث في أطراف الشبكية عادة هذا الإنسان مصاب بالعاشة الليلي بيرى بالنهار صورة بصورة جيدة لكن بالليل نتيجة لضعف هذه الصبغيات لا يستطيع تمييز الأشياء في الضوء المنخفض أو بالليل من ضمن الأمراض الوراثية أيضا حدوث تغيرات وراثية فيما يسمى النقطة الصفراء أو البقعة الصفراء والتي هي مركز الشبكية الشبكية جزء كبير أهم جزء في الشبكية هو مركز الشبكية اللي نسميه النقطة الصفراء أو لطخة الصفراء هذا الجزء من الشبكية إذا أصيب يؤدي إلى ضعف شديد جدا في الإبصار هذه الإصابة في النقطة الصفراء قد تكون لسبب مرض وراثي يحدث في بعض الأطفال الذين عندهم خلل جيني في تركيب العين هذا الآن صلت مضوع القسم الأول عشان منتقل القسم الثاني اللي تفضلت فيه ممكن عرشت عليه موضوع السكري وأخذنا بعض التوصيات المتعلقة بالذهاب للطبيب كل ثلاثة أشهر من أجل فحص هذه الشبكية لكن خلينا نعرج الدكتور الآن وانت فضلت على ذكر المنظار أو غيرها أدوات التشخيص لطبيب العين في حالة الإضرار بشبكية العين طبعا أدوات التشخيص في الوقت الحالي تطورها تطور كبير جدا كان في الأول نقوم فحص شبكية العين عن طريق المناظير هناك نوعين من المناظير نوع يسمى منظار مباشر ونوع يسمى منظار غير مباشر نقوم برؤية الشبكية عن طريق العين الشبكية هي الجزء الوحيد من الجسم الذي يمكن رؤية الأوعية الدموية فيه عن طريق العين مباشرة باقي أجزاء الجسم صعب جدا نشاهد الشرايين بالعين هو الجزء الوحيد في الجسم هو الشبكية نستطيع أن نفحصه بالمنظار الآن في تطورات وأجهزة حديثة مثل الجهاز الأشعة المقطعية للشبكية هذا الجهاز نستطيع من خلاله نرى الأجزاء الدقيقة للشبكية في الأشعة فإذا كان هناك رشح إذا كان هناك نزيف إذا كان هناك انفصال في الشبكية فنستطيع تشخيصه بسهولة جدا عن طريق هذه الأجهزة الحديثة بالنسبة للانفصال الشبكية كما تفضلت ودي أعرف ما هو انفصال الشبكية وكيف يحدث انفصال الشبكية لمن يعاني من أمراض العين طبعا انفصال الشبكية معناه مثل ما قلنا جدار العين ثلاث طبقة طبقة خارجية وطبقة متوسطة وطبقة دخلية الشبكية الشبكية تستقبل جزء كبير من التغذية من الطبقة المجاورة وهي الطبقة التي فيها الأوعية الدموية إذا انفصلت الشبكية عن هذه الطبقة هذا نسميه انفصال الشبكية يعني انفصال الشبكية عن الجزء الذي يالي الشبكية ونسميه المشيمة فبالتالي تفقد الشبكية جزء كبير من تغذيتها ويحدث ضعف شديد جدا في الإبصار انفصال الشبكية طبعا له أسباب كثيرة جدا من أهمها أيضا المرض السكري إذا ترك بدون علاج قد يحدث تليفات في الجسم الزجاجي وتشد على الشبكية تسبب انفصال الشبكية السبب الثاني هو الإصابات يعني إذا أخذ ضربة على العين مثلا قد يحدث قطع في الشبكية وإذا حدث قطع في الشبكية بتنفصل الشبكية عن مكانها أيضا بعض الأمراض الممكن في الأطفال الخدج اللي بيولدوا قبل الموعد يعني عن سبع شهور أو ست شهور بيحدث مرض معين في الشبكية ينتج عنه تليفات في الشبكية قد تؤدي أيضا إلى انفصال الشبكي وفي هذه الحالة من الضروري جدا هؤلاء الأطفال اللي بيولدوا قبل موعدهم يعني في الخدج وزن الخدج وهو وزن ضعيف أو قبل سبعة أشهر من الضروري جدا أن نساولهم فحص دقيق للشبكية حتى نتأكد أنه لا يوجد مشكلة في الشبكية خاصة بهؤلاء الأطفال نعم إذن دكتور كذلك بالنسبة لأمراض الشبكية الحقيقة هناك بعض المصطلحات قد أستمح المياه الزرقاء هل هذه الأشياء قد تؤثر كذلك على شبكية العين؟ وطبعا مياه الزرقاء يعني ليس لها علاقة مباشرة بشبكية العين مياه الزرقاء هي عبارة عن ارتفاع في ضغط العين نعم مثل ما الجسم له ضغط يعني ضغط الجسم الطبيعي على سبيل مثال 120 على 80 نعم العين لها ضغط مختلف عن ضغط الدم الضغط العين الطبيعي من 12 إلى 22 مليمتر زئبق إذا زاد ضغط العين عن 25 هذا بنسميه مياه الزرقاء مياه الزرقاء هي عبارة عن ارتفاع في ضغط العين خطورتها أنه مع الوقت تؤثر على العصب البصري وتؤدي إلى فقدان الألياف العصبية في العصب البصري وبالتالي ضعف تدريجي في الإبصار لكن ليس لا علاقة مباشرة بأمراض الشبكية لا تؤثر لا تؤثر في معلومة دكتور بس ما دريد تصوبها أو تصححها من بعض المفاهيم التي تكون وجودة أنه عملية شبكية العين وعملية العلاج أو الزراعة مختلفة عن المياه البيضاء والمياه الزرقاء بحيث أنه لا يمكن أبدا حتى الآن للعلم الحديث أنه يقوم بعملية زراعة لشبكية العين هذه المعلومة صحيحة دكتور طبعا فيه أشياء في العين ممكن نسويها زراعة مثلا القرانية قرانية العين إذا حصل عتامة في القرانية قد نقوم بإجراء تبديل القرانية أو زراعة للقرانية وهي من أنجح العمليات الزراعة في جسم الإنسان بالنسبة للمياه البيضاء هذه من المياه البيضاء عبارة عن عتامة في عدسة العين فإذا حدث عتامة في عدسة العين بنقوم باستخراج العدس وتستبدالها بعدسة أخرى لما نسميها زراعة عدسة داخل العين مشكلة في الشبكية أن الشبكية بتتجمع الألياف العصبية مباشرة إلى العصب البصري العصب البصري يتجه مباشرة إلى المخ وبالتالي فهو يعتبر جزء من المخ أي جزء من المخ إذا حصل فيه مشكلة لا نستطيع استبداله ومن ضمنه العصب البصري فهذه مشكلة الشبكية لا يمكن زراعة شبكية حتى الآن لا يمكن زراعة شبكية لكن في أبحاث حديثة يعني في بعض الأمراض الوراثية للعين اللي سببها ضعف في الصبغيات أو ضعف في خلايا الشبكية يمكن زراعة بعض هذه الخلايا يعني يمكن زراعة بعض الخلايا في بعض الأمراض الوراثية ووجدوا أنه بعد فترة بيحصل تحسن نسبي في النظر لبعض الأمراض الوراثية فقط لكن إذا حصل ضمور كل في الشبكية لا يمكن استبدال الشبكية نحن لا نريد أن نوصل للمشاهدين نحن بدأنا الحلقة بابتسامة وسعادة والآن نسمع المشاهدين بعض ما يتعلق به دعنا نقول أن تكون الصور التي لا زالت تحت الدراسة وتحت البحث للعلماء الأجلة لكن أعطينا الآن من الصور إذا جاءك دكتور في واحد المستشفى الآن مصاب بأمراض شبكة العين باللي تفضلت فيها الوراثية وغير الوراثية كيف تتعاملون مع هذا المصاب وكيف نغذي الثقافة الإيجابية ونرفع من معنويات أنه قادر ليس قادر على العملية لكن قادر على بعض العلاجات الغيرها من الحقن أو غيرها من الأشياء وطبعا الغالبية العظمى من أمراض الشبكية ممكن علاجها بسهولة يا سلام جميل حلو خاصة مضاعفات مرض السكري نخلي المخرج رجعنا وراء الحين عشان نعيد مضاعفات مرض السكري من رشح ونزيف يمكن علاجها بسهولة منذ ما تفضلت عن طريق الحقن الحقن هذا علاج حديث نسبيا يتم إجراء حقن داخل العين هذه الحقن تؤدي إلى تحسن كبير جدا في المشاكل الموجودة في الشبكية نتيجة المرض السكري فإذا كان الإنسان يتابع الشبكية إذا كان مريض مصاب بالسكري ويتابع عند الطبيب المختص من البداية فغالبا لا يصل إلى مرحلة المتأخرة من المشاكل الشبكية جميل ويمكن تكون التطور الآن موجود يمكن أيشة التطور الموجود في بعض الخصائص في جوجل ماب أو غيرها كان لنا خبر من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج نافذو وأن الشركة أتاحت للكفيفين أو اللي فقدين لحاسة الإبصار ما يتعلق بتوجيههم لبعض الأماكن لكن خلينا نقول الآن ما يتعلق بالوقاية حتى ما نصل إلى هذا الدار ما نصل إلى هذه الأمراض دكتور شو اللي تنصح فيه الناس وتنصح فيه الأطفال تحديداً وكذلك يعني الناس عموماً بالنسبة للوقاية طبعاً الفحص الدوري يعني هذا هام جداً سواء للعين أو لغير العين أي إنسان مصاب بمرض مزمن مثل ما تفضلتي سواء في ضعط الدم السكري أمراض الكلا أمراض الجهاز الهضمي كل هذه الأمراض المزمنة تحتاج إلى فحص دوري ومتابعة كلما تم اكتشاف المرض مبكراً كانت النتيجة ممتازة جداً المشاكل تحدث إذا أهمل الإنسان في المتابعة وأهمل في استخدام العلاج أهمل في السيطرة على مستوى السكر في الدم أهمل في السيطرة على مستوى ضغط الدم هنا تبدأ المشاكل في الحدوث وعادة المشاكل لا تحدث فجأة ولكن تحدث بعد فترة طويلة إذا استمر الإنسان في المتابعة الدورية ففي الغالب لا يصل إلى المراحل المتأخرة نعم إذن دكتور قبل أن نختم هذه الفقرة الحقيقة فقط سؤال سريع على عجالة هل بعض البكتيريا أو بعض الأشياء التي بالفعل تكون في محيطنا الخارجي قد تؤثر على شبكية العين هو طبعاً شبكية العين بعيدة عن التأثير الخارجي بالنسبة للبكتيريا إلا في حالة واحدة إذا كانت البكتيريا موجودة في الدم إذا وصلت البكتيريا أنها انتشرت بصورة كبيرة في الدم قد تصل إلى داخل العين وتسبب التهابات في الشبكية وفي المشيمة وفي الجسم الزجاجي وفي هذه الحالة تؤثر تأثير سلبي جداً على الإبصار لكن عادة البكتيريا الخارجية من الصعب جداً وصولها إلى الشبكية إلا إذا كانت البكتيريا موجودة في الدم وكان الإنسان منعته ضعيفة جداً لدرجة أنه لا يستطيع مقاومة هذه البكتيريا إذن دكتور أحمد محمد خليل استشاري طبعيون بمستشفى كلباء كل الشكر لك على إدراء هذه المغربة نشكرياً شكراً جزيلاً شكراً إذن شديد الكرام نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم عدنا لكم شاهدين الكرام من بعد هذا الفاصل إذا مشاهدين في ضيف حلقتنا لهذه الفقرة لديه اهتمام كبير الفروسية والخيل وخاض العديد بالتجربات والتحديات إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم خلونا نرحب بالأخ محمد أحمد حمدان مدرب فروسية مساء الله بخير مساء الله بخير ونرسله مرحبا فيك أخي محمد مجاسب اليوم نحن دردشتنا بتكون عن ما يتعلق بالفروسية والطريق المليئ إن شاء الله بالحماس والإثارة من خلال تجربتك في مجال الفروسية لكن دائما هم يسألون الضيف يعني عن ما يتعلق بالمربع الأول في انطلاق تاريخ الخيل فحدثنا عن أول مربع وأول تجربة لك اخترت فيها ما يتعلق بمجال الخيل والفروسية شوف أنا بالبداية من بديت المسار الخيل ما كان ولا واحد منهني رأي خيل أنا بروح يوم أسافر يوم أتمشى أشوف خيل يوم صغير في سيكل أتمشى أشوف خيل قدامي ألحقه جميل مرة وداك اليوم كنت مسافر ويا أهلي فقاعدين نطالع خيل فأقول لهم أبار كب الدكتوك اللي هو في مصر فيقولوا لي ما علي إن شاء الله في البلاد بنأخذ لك واحد فيأتي هنا في البلاد أول خيل خضيته كان اسمه هوجن وهذا طبعا الخيل اسمه كان هوجن كان هوجن يعني مسمى غربي يعني مسمى غربي وخيل هو عربي ولا خيل لا كان استرالي من برّع هيا مستيرات خيل كان استرالي فعاد واحد من هنا من الإمارات كان ما أخذ لنا واشتريته أنا عنه فبديت فيه هاي كانت بداية حلوة وأول خيل صح كنت شوي ما مترقع به إصابات وكذا من ناحية الخيل اعتزل الخيل يقولون لا تقاعد مبكر تقاعد هو كان أنا ما أخذ لنا كان كبير بالعمر الصراحة كنت ما أعرف له الخيل بس اللهم ما شفت شعره طويل لونه حلو قلت خلني أخذه وخذيته وفتلاشت بي وهو صاحب الخيل لما باعك يا بي يتخلص منه ترى هاي هي فأنا خدت بغيت أتخلص منه ما قدرت لأنه اللي حوالي ربعي وأهلي محات بالخيل فهوين أتخلص فيه بعتها لباكستان في الشارجن توهك في المسكين توهك بوهغن أنا توهكت وهو توهك من بعدها بديت عاد مسيرتي مع أهل الخيل وربعي تأرفت على ناس أصحاب خيل وبدأنا هاي المسيرة طبعا من عمري 14 سنة ثالث والديني عبارة لكن أخي محمد أكيد مجال الخيول ومجال تربية الخيول أعتقدنا مجال كبير لأن الخيل يحتاج إلى عناية معينة يحتاج إلى رعاية معينة هذه الأشياء أكيد لازم تكون بالفعل تمكنها من دراسة تمكنها من طلاع أو فحوص دورية إلى طبيب أو البيطري الخاص بالخيل كيف أنت تمكنت من هذا الشيء وكيف بالفعل قلنا لمحمد أحمد حمدان وصل إلى هذا المستوى من العناية بالخيل وكذلك أنها جعلت من هذا الشيء كهواية دائمة ولك أخي محمد صحيح طبعا من ناحية الاهتمام بالخيل ثقفت نفسي في اليوتيوب كنت دوم أطالع الخيل شو الأشياء اللي يبرزها يوم يكون مريض مثلا العلامات العلامات هي المرض مثلا الخيل لو بدأ يرجع إذنه على وراء وتشوفها دوم سرحان أعرف أنه مريض إذا شفت عند رقبته شوي فيه ماي وعرقه ومن هالأشياء أعرف أنه حرارة مرتفعة نعم إذا شفت راقبت تحت فيه حالات الأمراض فيه كله فيه مقاص فيه وائد أشياء دخلت على اليوتيوب تميت أثقف نفسي أطالع شو الأمراض شو الأشياء قمت أسأل خضيط رقب مدربين تواصلت وياهم وصلت عند مدربين شيوخ ما قصروا وياي نعم تعاملوا وياي دخلت قروبات تعلمت أداء الخيل وكيف اهتمام الخيل إذا كان يسبح إذن وإذا كان يأخذ بروتينات وإذا كان عائل شعبية خيل معضلة نقولها هيه و لازم أنا عاليا لحين لخيل لدي كلها معضلة صراحة كلها بروتينات كلها معضلة عندي 12 خيل ما شاء الله كلها تبع السباقات وعندي 10 خيول تبع لسكول هي المدرسة هي المدرسة هل 12 خيل لو شفتها بتقول هذا اللي واقف جاكيشان مو بخيل ما شاء الله يعني دبارك الرحمن صيمواته وعضلاته فعاد بديت أطور نفسي من ناحية الخيل وإصابات طيب قل لنا أبو جاسم الآن ما يتعلق بأوزان الخيول أنا متشوق صراحة يعني أعرف أوزان الخيول اللي عندك ويمكن تكون الصور الآن اللي قاعد يستعرضها المخرج الآن من خلال هذه الشاشة أبو جاسم أوزان الخيول وعمار الخيول قلت هوقن كبير في السن كم كان عمره هوقن هوقن كان عمره 18 سنة أه الحد الأعلى لعمر الخيل وبعدين الحد هو اللي دوم نحن نعرفه للخيل ما بين 25 و 28 لكن في معجزة خيل في عدنا في عجمان عمره 38 ما زال يعيش لين اليوم بس ما يشارك فيه مناثسات معين لا بس يركبك الركوب عناية خاصة والخيل ما شاء الله عليه حار جدا في الركوب يعني بورا وهيبتة كأنه خيل متعافي طبعا للسباقات نحن نركب اللخيول من عمرها 6 سنوات وانت طالع هذه لتكون بصحة يعني تركض تضمن أنك توصل للمضمار سباقات الغدرة عندنا 40 كيلو 80 كيلو 100 كيلو 120 كيلو 160 كيلو يعني هذه طول تركضها في الاتراك يعني إذا بتقول هذا الخيل يركض 100 كيلو بتقول بيموت بيطيح كيف يركض 100 كيلو هذا الخيل و120 و160 لا أنا أقول لك أننا ما شاء الله في دولة الإمارات من 2009 لين 2019 ما شاء الله ما في دولة يابت علينا المركز لولة ليلة اليوم ما شاء الله وأمس كان سباق في إيقاليا ما شاء الله خذنا خمس مراكز اللولة ما شاء الله فالخيل إذا أعتنيت فيه ودربته صح وبيطول بالعمار والصحة وبينجز عندك لكن كذلك لو نأتي دائما الأمثال عندنا مثلا في حياتنا اليوم مربط الخيل مربط الفرس هذه الأشياء كثيرة تجعل أنه بالفعل وصول الخيول وكذلك الثقافة العربية دائما ترتبط بالبسالة وبالقوة مع الخيل هناك معلقات وصفة الخيل وهناك بطولات ومعارك في كامة العصر الجاهلي أو حتى بشكل عام أنها بالفعل لجمالية الخيل وكذلك هناك أشعار تغزلت بالخيول فألا صحيح نعم إذن لو نتكلم كذلك أن أخوي محمد هناك أنت ماخد دور كذلك دور المدرب تدرب للأطفال تدرب أي حد يكون ما وجود عندك في مكان خاص للتدريب كلمنا عن هذا المكان صحيح أنا طبعا من كثر حبي للخيل شفت أنها كلبة ما عندنا نادي فروسية أو مربط يحتضن الأشخاص التي ودها تدخل في مجال فروسية البلدية جزاها الله خير خصصت لأرض نعم ومن ثم بنيت فيها سطبل والحين تقريبا من أول أشرة تاريخ ثلاثة فتحت سكول المشاهد السكول طبعا هذا اللي فتحته مش الغرض مننا تجارة الغرض مننا أنه أيب الأشخاص عندي يتدربون يتمكنون بالفروسية لأن الفروسية أول شيء مثل ما ذكرتي تخلي الشخص غوي تخلي الشخص في الإرادة ما شاء الله عليه ياخذ غراراته نعم تحسين الشخص اللي يكون إيجابي بين الأشخاص تلاقيه خلاص سلبي ليش قعد ويبيع محاطة به فرسان قياديين مثل ما نشوف الصورة كيف تذكر القياديين والشبنان يا أخوي فعلا نفسها اللي كان متدرب عندي الولد الصغير يعندي واتدرب عندي واتعرف على الأشخاص اللي وياه في الأسطبل سولف وياهم ضحك وياهم هنا الشخص أخذ القيم والسنع أيها بيصير قيادي الحين الشخص بيقول كيف هالإنسان بيصير قيادي بيتعرف مع الأشخاص اللي موجودين في الأسطبل بيضحكوا بيصولوا فيهم نحن هذه الفترة لاحظ أكثر الأشخاص يلعبون آيباد الأجهزة الإلكترونية الشحنات الكهربائية اللي قاعدت فيها في جسمها ليس شي طبيعي لدرجة أن يوم الدشي عند الولد الصغير تلاقي خلاص يا أن صحيح لا عادي ترك الآيباد سيد أنا حطيت الآيباد زيابو جاسم سيد خطيت مرحط الطفولة زياد خطيت خطي الآيباد عشان يسمع مرحط الطفولة لا لا كلمة قبل هو مرحط الطفولة محاط يعني يعني بالفعل عندك ثقافة متعلقة بالأشبال من خلال الخبرة اللي يمكن امتهنت فيها ما يتعلق بتدريب الخيول فالرسالة يمكن توصل على المشاهدة فعلا يتني حرما الله يتكرها بالخير يابت ولدها تقول لي ولدي دون بالجهزة الإلكترونية وكل ما أبطل عليه باب الغرف يتنازع رغم أنه صغير بالعمر يبقى يقعد لا غده لا عشه بياكل براحته وبيشرب براحته فيابت عندي سجلته في الاصطبل استلمت أنا دربت حببت أول شيء بالخيل من ثم تعلق بالخيل قام يهيني يوميا يوميا لدرجة أنه صارت تهددها بالخيل وفيني أنا يوم ما يذاكر تقول لي ما أبطل دكترال يوم يسوي الأقابة ببيت تقول لها نفس الكلام يأكلك شمخ الخيل فهنا حسيت أنا عمري شخص مهم وقالت خلاص دامنا هذا تهدده فيني أنا أمري طيبة الحين يعني حليلة استمر وياي وتدرب ما شاء الله الحين متمكن وصغير بالعمر صف ثالث نعم الأعمار التي تستقطبونها في المربط تبدأ من أي عمر من عمر سبع سنوات وانت ضالعة للبنات ولا الأولاد طبعا من بعد هالعمر بس يركبون الخيل نقودهم بالخيل نعم والشخص أريد يسجل ومنه يتمرن يشوف الطاقة الإيجابية اللي يبتي بجسمه طاقة يعني هي ثانية أقوى رياضة من بعد السباحة ركوب الخيل تحرك العضلات الجسم كلها وليس مانع للبنات ولا الأولاد الطرفين يستخدموا هذه الهواية وعلى فكرة في الدقيقة الوحدة تحرك خمس سعر حرارية بجسمك في الدقيقة الوحدة من ركوبك للخيل تحرك كم بالدقيقة الوحدة تحرك خمسة من السعر الحرارية بس لا تطالعني أنا ما يشمع لا توقع خمس سعر حرارية يعني يضربها بنص ساعة يوميا أنا لماذا لا تشملني أنا كنت نزار رياضي من صبت مدرب تعافل مدرب أربع في قاعد يتأمر فأنا هالشي ممكن عندك اللياقة والمشي خبثنا عن بعض الممارسات التي تمشي فيها تمشي فيها كثير لين اليوم أنا أمشي أحب المغامرات أحب أمشي في اليبال جميل أحب أكتشف مناطق أصور فيها في سناب وحب أن استجرام موجودة بعض الصور موجود تعلق بالمغامرات موجود عندي خيول وطلعات أحب شي فيه رياضة شي هادف نحن طبعا غدوتنا نحن نتبراشد وكل ما نشوفها يغامر بهذا الشيء نحن نتشوق فيها نقول خلنا نغامر خلنا نعيش هاي اللحظة لأن العمر يمشي بالفعل طبيعة المنطقة الشرقية محمد وسعيد بالفعل تخدم بما أنها أكيد تخذك محمد لأن عندنا الجبال عندنا البحار عندنا السهل فهذا الطبيعة تجعل أن بالفعل الخيل متمرس لهذا الطبيعة الموجودة في المنطقة الشرقية وتضاريس المنطقة الشرقية فهذا أعتقدنا شيء قوي هل هالمعلومة صحيحة؟ هيا فعلا عندك الخيل ما شاء الله إذا يمشي على الأرض الصلبة تتقوى عنده المفاصل تتقوى عنده الجوين الاسبنسر هاي كلها إصابات بالخيل الاسبنسر الجوين الوتر لدرجة أنه يمشي في أرض يابسة تتقوى عنده كل هالمفاصل أهل دبيون عندنا بين فترة وفترة أكثر شيئا بحتى يا صوب الفجيرة يمشون في الأرض اليابسة يسمونها الكتش ما يسمونها؟ الكتش يسمونها الأرض هاي الأرض المستوية الأحجار الصغيرة وأمس أنا تكلمت بخصوص سر شموخ الخيل قول قول أنا ذكرت قبل شوية عادي ناخذ الأيباد أم لا عادي بس بشرفتي أنت مر عندي الإصطابل ومات يهود قول لي قول يا أبو جاسم سر شموخ الخيل والمسمى اللي كان حتى المدرسة اللي الآن الفروسية أنت مسميها باسم شموخ الخيل هالنسم طبعا غديم كان عندي في سناب شات عن إستجرام نفس ما ذكرت في الشات في كل مكان قديم مجروح لا بس أنا يتعشبوخ الخيل الحمد لله ما صوت مجروح ولا بتستلمني منها زال اليوم جميل طبعا هالشي أنا أقول سر الخيل بريولة الخيل طبعا عند بالإصابات نفس ما ذكرت عندك تحت الحافر كفنجوين السبنسر الرمانات هاي كلها إصابات كلها وكلها عبارة عن أوتار وعبارة عن الحافر اللي تحت إذا صاب شيء من هاي الأشياء أعتبر أن الخيل انتهى نعم ونحن طبعا ما انتهينا معك أكيد محمد أحمد حمدان ودنا والله نسولف معك وناخذ معك أكيد أكثر لكن أعتقد الفقرة المخصصة والوقت المخصص لهذه الفقرة انتهى أخي محمد أحمد حمدان مدرب الفروسية وينقول يعطيك العافية أشكركم والله وانتم كذلك مشاهدين الكرام في خاتمة سريعة الشرقية واسم في الفؤاد تشبثك النظ يدري والهواثري نشوفكم في يوم الغد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة